أهلاً فيكم برج العدراء فهنشوف شو هي توقعاتك العاطفية من أول الشهر إلى آخر الشهر القراءة مثل دائماً راح تكون للبرج الشمسي وقمري والطالع وأيضاً تقبل العكس يعني إذا أنت عم تتعامل مع برج العدراء ممكن تحس أن بعض الأشياء اللي بحكيها والطاقتها تكون مشابهة للطاقتك أو قريبة من طاقتك طبعاً مثل دائماً القراءة عامة فيعني مش راح تنطبق على الجميع ولكن راح يكون فيه ممكن رسالة بالفيديو أو إشي تحس أنه أنت بتنربط فيه أو بفيدك بفيدك فاخد من الفيديو الإشي أو من القراءة الإشي اللي ممكن يفيدك ممكن تستفيد منه وترك الإشي اللي ممكن تحسها غير منطبقة أو سلبية أو يعني مش هم تستفيد منها لأن القراءة عامة فيعني مش راح تنطبق على الجميع راح نبنش بطاقتك بعدين طاقة الحبيب أو الشيك وشو خطواتكم في المستقبل ونصير العلاقة بينكم بعدين ممكن نسحب كروت لتوضيح إذا حسين أنه فيه إشي بلنا نوضحه نبنش بكروت النصيحة لبرج العدراء أولا بالأبراج اللي عم نساوي لها قراءة عم نشوف إنها كثير منغلقة على حالها وإنت أيضا يا برج العدراء كثير منغلق على حالك فترة مش عم متعبر عن مشاعرك تجاه الشخص اللي عم تتعامل معه كتوم أيضا بدك تحتاج بهالشها بإنك تقيم أولوياتك أو اهتماماتك وإذا كنت تركت هواية أنت بتحبها أو تركت إشي أنت بتحبه إرجع للإشي اللي ممكن يحقق لك التوازن بحياتك عم نشوف عندك بفرص العمل أو في عندك فكرة جديدة كريتف أو فكرة إبداعية حاليا لدك تشتغل عليها أو بهالشهر هو الوقت المناسب إنك تشتغل عليها لأنه ممكن تحقق إشيات كتير إنجابية وبعدين ممكن تحس إنك تصلت إلى إكتمال بنفسك من داخل أو إلى انغلاق كارما بنفسك من داخل أي بروجيكت أو أي شي إنت بتسعى أو متفكر إنك تشتغل عليه إبداع تشتغل فيه لأنه عم شوف عندك كريتف فيها فهالإشي اللي عم تشتغل عليه رح يعود عليك بثمار كتير إيجابية إذا عم تفكر بالشخص أو متفكر بالماضي أو عم تعود بذكريات بالماضي وممكن تكون في يومك يعني عم تفكر بإشي بالماضي أشخاص بالماضي شخص بالماضي في حدا ممكن يعود أو في إشي ممكن يجعلك بهالفترة ووقت أنت ممكن مش عم تتوقعه أو ممكن ما تتوقع إن يصير هالإشي لأن يعني أنت مجرد ما إنك تفكر بإشي معين هاي بتعتبر من طاقة الجذب أو ففي إشي عم تفكر فيه رح يعود عليك أو رح ترجع لك الطاقة اللي طلعتها بوقت أنت مش عم تتوقعه بالذات إذا حسيت إنك انظلمت بإشي معين أو انظلمت مع شخص معين أو في شخص تركك أو قطعت تواصل معك أو مش عم تحكي مع شخص عم شوف إنه رح يعود عليك بوقت أنت مش متوقع أو في شخص رح يفوت بحياتك بوقت أنت مش متوقع بالنسبة لطاقتك يا درج العذراء حاليا حاليا عم شوفك مش كتير متمركز عم شوف فيه إشي كتير عم تطلع عليها في أفكار كتير براسك عم تطلع عليها في أيضا عروض حب عديدة عم تقدم لإلك أشخاص كتير عم تنحط بطريقك فرص عم تنحط بطريقك إحتمالات عم تنحط بطريقك وإنت عم تفكر أم الأفضل منهم لإلك عم شوف فيه تفكير أيضا وفيه عندك نية بالحكي أو بدك نوع من التواصل مع شخص ماذا حكيت لك فيه حدا رح يجي بحياتك بوقت أنت غير متوقع ورح يصير فيه تواصل أو كليك على طول رح يصير فيه حكي سريع ممكن البرج اللي رح يفوت على حياتك ممكن يكون هوائي أيضا عم شوف أنت الأكبر من هالشخص أو الماضج أكتر من هالشخص ممكن طاقة حبيبك ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون برج مائي برج ترابي بس بتوقع الطاقة الترابية بكون تكون طاقتك مائي هوائي ممكن عم تتعامل مع برج السرطان ممكن عم تتعامل أو أي برج آخر بس يعني في عندك السرطان هون الشخص اللي عم تتعامل معه كتير مركز على الحب كتير مركز عليك أنت أيضا لأنه في عنده ورود حب عم يحاول يقدمها لإلك وبيعتبرك سالمية هالشخص هو عم يحاول يقدم لإلك عرض حب ولكن متوقع أنه من ضمن عدة ورود يجيت لك أو رح تجيك يا برج العبراء لأنه أنت في وضع بدك تختار بما أنه هالشخص في عنده إشي بده يقدمه سندم يعني إشي واحد بده يقدمه كاسة حب كاسة مشاعر اعتراف والحب تواصل بس أنت محوط بكتير اختيارات بدك تختار منها من نسبة لطاقتك المستقبل عم شوف أنه أنت في فتر التقدم أو بدك عم تشتغل بفتر التقدم عم تحاول تتجنب الدراما أو عم تحاول تتجنب الصراع بحياتك لأنه عم شوفك بالمستقبل من فترة هدوء رح يعني رح يجيك بالمستقبل رح تمر من فترة هدوء إلى فترة مشاحنات والحكي إلى فترة منافسة قوية أيضا لأنه هذا ممكن يكون منافسة بمجال العملي ممكن يكون بما يخص الفكرة أو المشروع اللي أنت عم تحاول تقدم أو ممكن يكون حتى بما يخص هالشخص اللي بده يقدم لك عروض حب ممكن يكون في منافسة ممكن تمر أيضا بمنافسة أشخاص عديدة رح تقدم لك عروض حب في أشخاص أيضا إذا اخترت حبيب أو إشي في أشخاص مش رح يعجبها هالإشي رح يكون في منافسة وفي صراع فمن فترة هدوء الأمور عندك رح تختلف ورح تتغير بسرعة رح تمر بمرحلة نزاع وكونفلك إلى أنه عم شوفك أنت في هدف براسك وفي طاقة تقدم أنت يعني مركز على هدف ومركز على إشي معين وما بتوقع رح تأثر عليك هالشوشرات الجانبية لأنه أنت اللي تطرح لإله الأخير هو ثبات التزام وارتباط جاد علاقة جادة بالنسبة للشخص اللي عم تتعامل معه ممكن يكون شخص ما عنده صبر كتير لأنه عم يحس يعني بالمستقبل أمشوفه عم يحط مجهود ولكن بيحس أن المجهود مش رح يرجع لي بالنتيجة اللي هو بده إياها وبيندر للأمور وبدو الوضع معك يكون في شوي من الصداقة أو شوي من العفوية أيضا ممكن يكون الشخص اللي عم تتعامل معه أصغر منك في السن وإنت أكبر منه في السن لأنه أوراقه صغيرة فهالشخص بده ممكن يكون مش كتير أو أنت بتحس إنه هو مش كتير جاد بعلاقتكم مع بعض أنت كتير متردد بأنك تقبل عرض الحب اللي عنده أنت بتعرف إنه هو عرض حب صادق ولكن بنفس الوقت بتعرف إنه هو الشخص ممكن مش كتير تعتمد عليه لأنه من النوع اللي بيلل بسرعة أو من النوع اللي بيتعب بسرعة ما في عنده الصبر اللي أنت موجود عندك أو الاستمرارية اللي أنت موجود عندك يعني فممكن يكون أيضا برجناري اللي عم تتعامل معه وطاقته كتير أو شخص ما بيحب يقعد بمطرح واحد فترة طويلة فأنت مع إنك بتعرف إنه هو مشاعر يعني صادقة إلى إنك مش متأكد كم رح تدوم هل مشاعر كم حدها شهر شهرين وبعدين الشخص رح يملل ورح يقرر إنه خلص إذا العلاقة ما كانت لأنه هو بندور إنه هو بده إشي كتير فن بده إشي دائما يكون مرح دائما يكون فيه احتفالات فعن ينظر إلى العلاقة من جهة واحدة وأنت عم تنظر العلاقة من جهات متعددة أكبر يعني هو عم يشوف الجهة الإيجابية منها وفقط بده الجهة الإيجابية وأنت عم تنظر إنه هل ممكن هالشخص يستمر معك حتى لو الأمور كانت مش منيحة أو مش إيجابية هل مستعد إنه يحط مجهود بالعلاقة فهي أسئلة إنت بتسألها لحالك بدنا نسحب الكروت توضيحيا نشوف نشوف هالشخص هل رح ياخد خطوة تجاهك أو هو لأنه في عندك هون برج هوائي في عندك برج ماري أيضا فبدنا نشوف البرج الماري هل رح يقوم بخطوة تجاهك أو هالشخص رح يقوم بخطوة تجاهك لأنه إنت عم شوفك كتير براكتكل أو كتير منطقي بدك إشي ملموس ما بدك أي علاقة عابرة وهالشخص بده يعني بده إشي فن ممكن تكون أنت اللي أكبر من هالشخص وهالشخص عم يحس إنه غير مستعد أيضا إنه يفوت بعلاقة إيجابية فهالشخص أوكي الشخص اللي عندك هون بيحس إنه إذا أعطاك مشاعره رح يأثر على وضع المادي وهو حالياً عن يحاول يبني وضع المادي أكثر فمشان هيك هو بده الأمور تكون بينكم بسيطة أو عفوية لأنه بيحس هو أيداً هالشخص عنده مخاوف عنده مخاوف من إنه إذا أعطى للعلاقة اهتمام كتير عالي أو إذا أعطى للعلاقة وأعطاك إنت وفتح لك قلبه ممكن إذا تركته أو إذا فشلت العلاقة رح تأثر على جوانب أخرى من حياته رح تأدي إلى التاور كالها رح تأدي إلى رح تنهد الأساسات عنده ومن ضمها الأمور المادية والأمور المادية كتير مهمة عم شوف لها الشخص لأنه غم يحاول يبني حاله فهو مجان هيك غير مستعد توقع هو أصلاً أيضاً غير مستعد لأنه واحدة من الأسواب اللي هو غير مستعد اللي هو مادياً ويحاول يشتغل على حاله أكتر لأنه يعطي إهتمامه تام للعلاقة وانت بدك شخص يعطي إهتمامه تام للعلاقة طيب بلنا نشوف العلاقة بينكم هل رح تنتهي إلى إرتباط جدي ممكن يكون مش زواج أو قطوبة ولكن هل رح ينتهي إلى إرتباط جدي هل هالشخص رح يقرر إنه هو بالفعل ينظر إلى الأمور بطريقة جدية أكتر فخلينا نشوف بالذات إذا هو برج ناري اللي عم تتعامل معه الأبراج النارية ما بتحبتهم ربط بعلاقة أو إشي مثل هيك بلنا نشوف حتى الأبراج الهوائية بس الأبراج الهوائية عادة بتكون طاقتها شوي أهدا من النارية النارية بتكون إجرسيف طيب فهالشخص رح يختار أو رح يقوم بقرار لأنه في عندك فرح يصير في حكم بداية عاطفية جديدة فهالشخص فهالشخص اللي منكم مش عم تحكوا مع بعض رح يختار قرار هالشخص بإنه يقوم بخطوة تجاهك والغالبية إنه الشخص اللي رح يجي تجاهك هو برج ناري ممكن يكون في عندك عدة اختيارات ولكن الشخص اللي رح يقوم بالخطوة تجاهك لأنه حاليا عم حس إنه هو عم يحاول يرتب الأهور ما بين وضعه المادي ما بين وضعه العاطفي ولكن عم شوف في آخر المطاب هالشخص رح يختار قيار بإنه يكون معك أيضا ممكن تكون واحدة من الأسواب اللي هو لسه صعب علي قرار إنه في بينكم بعد بالمسافات لأنه تحكي عنه ممكن أنت في بلد وهو في بلد آخر ممكن تكون كتير بعيدين عن بعض إلى إنه رح يقوم بقرار هالشخص بإنه يجينا حيث تكون ممكن يكون حكي ممكن يجي يحكي معك أو ممكن يسافر لحتى يشوفك أي كانت طريقة إلى إنه الهدف منها إنه بداية عاطفية جديدة معك Ace of Cups فهو بده يبدأ صفحة جديدة أو بداية عاطفية جديدة وتكون جدية تكون الفونديشن تبعها أو الأساس تبعها Four of Wands استمرارية عم شوف الوضع اللي حيكون كتير إيجابي بالمستقبل وكا حوالي برج العذراء بتمنى القراءة تكون فادسكم وحبيتوها إذا حبيتو القراءة لا تنسى تحطلي لايك وكومنت شار وسبسكريب إن شاء الله رح شوفك في فيديو القادم شكرا لكم جميل أمان 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 الأخرى